في هذه الجزيرة العربية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها فقد هيى الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله كان ذلك عندما رحل إليها إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل وكانت وقتها صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماء هنا بدأت الحياة في مكة بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء الذي جاء ليغرس التوحيد في مكة ليعم نوره في الجزيرة العربية كلها وختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد يبدو الأمر صعباً وقاسياً على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر ويمتحن فيه بأن يضعه وأمه في هذا المكان الموحش الذي لا ماء فيه ولا طعام لكنها حكمة الله البالغة فقد كان الأمر في ظاهره المشقة وفي بطنه كثير من الرحمات والخيرات ومضى إبراهيم راجعاً من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه فقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي فأسكنهما كما أمر الله وترك أمرهما لله تعالى وعندما هم إبراهيم بالرجوع تبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه قالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إبراهيم إلى الله قالت هاجر رضيت قالت أأله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم قالت هاجر إذن لن يضيعنا امتثلت هاجر للقضاء المحتوم وتحلت بالصبر الجميل ولم تلبث أن جف ضرعها وأصبحت لا تجد لبناً تردع به وليدها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأخذ الطفل ينتحي ويصرخ وأمه تتقطع نفسها حصرات عليه فتركته مكانه وصارت هائمة على وجهها تعد وتهرول بين جبلي الصفا والمروة وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتملت سبعاً ولقد أصبح بعد ذلك هذا السعي الذي ابتدأته هاجل معلماً من معالم الحد وهنا في هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله عز وجل الرحيم بكل شيء والذي لا يضيع عباده وأخرج لها الماء من تحت أقدام وليه فقد أرسل لها جبريل عليه السلام ليضرب بعقبيه وجناحه الأرض وانفجرت زمزم وقال لا تخاف الضيعة وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع أبيه بيت الله وأن الله لا يضيع أهله فظهرت حكمة الله في هذا البلاء ولقد أتم الله على إسماعيل وأمه النعمة فساق إليهما من يسكن معهما في ديارهما ويأنسان به فقد مر قريبا منهما رفقة من قبيلة جرهم رأوا الطير تحوم في الفضاء وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه فذهبوا واستأذنوا أم إسماعيل للإقامة بجوارها فأذنت لهم وشب إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم العربية وتزوج منهم ثم جاء أمر الله إلى إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة أبو الأنبياء بنا كعبة رفاق وعدها علىها غرس فيها بذور توحي رواها نبي نورا ودعا إبراهيم دعوته المباركة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر شكرا